بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة المزمل وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة وتكلمنا عن معنى الثقيد في أقوال عدة ونزيد على ما ذكرناه أن هناك من قال أن القول الثقيل هو ثقله في الميزان يوم القيامة وقالوا إنما يراد من الثقل ذلك في قول العبد لا إله إلا الله أو من قال بالتسبيح لورود حديث البطاقة الذي توضع في كفة الميزان فتطيش بالميزان وفي حديث آخر أنه سبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض فقالوا أنه الثقل إنما يكون على هذا المعنى ومنهم من قال أيضا قولا ثقيلة على أنه كان ثقيل على الكاثرين وقيل ثقيل على المنافقين وثقيل على أهل الكتاب ومن خص المنافقون بهذا الأمر قال لأنهم القرآن كان يفضحوا أقوالهم ويفضحوا ما يريدون الكذب به على النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله سيقول المخلفون من العراب وغير ذلك من الآيات التي تفضح حال المنافقين وتفضحوا أقوالهم وتفضح ما كانوا يبيتون فهذه كلها كانت تجري على معنى سنلقي عليك قولا ثقيلة إضافة إلى ما ذكرناه في معنى الثقيل في الأقوال الأخرى السابقة نعم الثقل في الميزان اختاره ابن جليل الطبري حقيقة في ترجيحاته في بين الأقوال في ترجيح لفظة ما معنى قولا ثقيلة نعم ووصلنا إلى قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيلة إن ناشئة الليل الناشئة هو كل شيء يحدث قليلا قليلا ويتجمع قليلا قليلا يسمى ناشئة وكل شيء يتربى قليلا قليلا يسمى ناشئة وذلك يسمى الشباب الصغير النشئ على اعتبار أنه يبلغ مرحلة بعد أخرى وتسمى السحاب كما قال وينشئ السحاب الثقال على أن الرياح تجمع السحاب وتربيه وتجمعه شيئا فشيئا حتى يعني تجمعه جمعا عظيما فيسمى على هذا اعتبار ناشئة وناشئة الليل قال الشنقيطي هي الآنات واللحظات والدقائق التي تجتمع حتى تكون الليل ذكر القرطبي قال وإن كان الليل هو مذكر ولكن أراد منه المعنى وقلنا أنه حمل الكلمة على اللفظ أو المعنى كثير جدا في القرآن الكريم فهنا يعني وإن كان الليل مذكر قال ناشئة الليل أراد ساعات الليل لأن الساعة مؤنثة فجمعت على هذا قال إن ناشئة الليل واختلفوا في الناشئة هنا ما هو المراد بالناشئة قالوا إما أن تكون الأوقات الناشئة أو النفوس الناشئة أي أنه النفوس الناشئة أي أنه عندما ينام الإنسان ويستغلق في نومه ويستيقظ من نومه ثم يقوم إلى صلاته هذا الأمر حقيقة يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مدافعة ويحتاج إلى يعني مدافعة رغبات النفس في أنها ألفة الفراش الدافئ خاصة أيام الشتاء أو ألفة الراحة والدعاء والسعاء ولذلك القيام من الفراش إلى الصلاة وإلى العبادة سيكون أمرا صعبا ولذلك تنشئ المحاربة النفس وتنشئ المدافعة الهوى في القيام إلى الليل فهذه إن كانت الناشئة باعتبار الأنفس أو باعتبار يعني ما يقوم به العبد وإما بالأوقات على أنه أوقات الليل هي ناشئة للعبادة فكل أوقات الليل وسنأتي إلى ما هو المراد بالناشئة من حيث الوقت أن أوقات الليل هي تنشأ ساعة بعد ساعة وآن بعد آن وهذه كلها أوقات تكون للعبادة فالناشئة إما أن ناشئة الليل على الأنفس الناشئة في الليل أو أنه الأوقات التي تنشأ في الليل وخص الليل بهذا كما ذكر الإمام الرازي قال لأن الليل حقيقة قال العبد له حواس تنشغل بالمحسوسات في النهار ولذلك انشغال الحواس بالمحسوسات في النهار هذا يعني يشغل الحواس على أن تنشغل في استلام الكشوف من الله صلى الله عليه وسلم والفيوض من الله صلى الله عليه وسلم لانشغال الحواس بالدنيا أما إذا حدث الليل وكان الليل تكون الحواس قد تفرغت من الانشغال بمحسوسات الدنيا وبأمور الدنيا ويتفرغ القلب لله سبحانه وتعالى ويتفرغ الخاطر للتفكر بآيات الله وبكلمات الله فعند ذلك تكون يعني خص الليل لهذا الخصوص لعظم يعني ما يكون فيه من الفراغ لتلقي وفهم معاني القرآن وفهم الأنوار الإلهية التي يفيدها الله سبحانه وتعالى على بعض عباده المخلصين الذين قاموا الليل رغبة فيما عند الله وتركوا ما يعني ما تحبه النفس وتألفه النفس من الفراش الدافئ أو النوم الهانئ قال إن ناشئة الليل والليل هو معروف يعني منذ غياب الشمس إلى قبيل شروق الشمس الفجر يكون هذا هو الليل ناشئة الليل هذا الوقت كله ليل ولكن سنتكلم عن المقصود بناشئة الليل نعم قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة اختلفوا في الناشئة ما هو المراد منها يعني ما هو المراد بوقت الناشئة فذهب يعني البعض على أنه ناشئة الليل وهذا قول ابن جبير وابن زيد وثعل أيضا علي بن حسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه هي ناشئة الليل وذكر الكساء وغيره يقول أن الناشئة هو ما يكون له الأولوية وهذا أيضا ما ذكره الإمام القرطبي أنه قال الأولوية هي أوفق في اللغة في معنى ما يكون أول الليل ولا شك أنه بعد المغرب أو بدخول المغرب يكون أول الليل فيكون أقرب إلى معنى ناشئة الليل ما بين الصلاة المغرب والعشاء وذهب أيضا بعض السلف إلى أن نقول ناشئة الليل هي الوقت الذي يكون بعد المغرب قالوا بعد المغرب تكون ناشئة الليل على اعتبار أنه قضية صلوات الفرض يعني آخر صلاة صلاة الفرض العشاء وما بعدها سيكون ناشئة الليل لمن أراد أن يقوم من الليل ومنهم من قال على أنه هو الثلث الأخير من الليل وهذا قول سيدة عائشة وقول سيدنا بن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما أنه ناشئة الليل المراد منها أواخر الليل قال ابن عباس كان الناس ينامون أول الليل ويستيقظون آخر الليل فكي يكون يعني ناشئة الليل هو ما يكون في آخر الليل ومنهم من قال ناشئة الليل هي كل صلاة يعني ينام العب ثم يستيقظ فيصلي بعدها تسمى ناشئة فلا تسمى ناشئة لمن صلى وهو قبل نومه فلا تسمى ناشئة إلا إذا نام ثم استيقظ بعد نومه فهذه تسمى ناشئة وهذا ما ذكره السيوطي أيضا عن بعض علماء اللغة ذكروا ذلك وذكره القاسم أيضا قال ناشئة الليل هو لمن نام ثم استيقظ فصلى وقيل ناشئة الليل الليل كله يسمى ناشئة يذكر الشنقيطي عبارة جميلة يقول يعني هنا جاءت ناشئة الليل ولم يقل قيام الليل ولم يقل تهجد الليل قال على اعتبار أن لفظة الناشئة هي أوسع وتشمل جميع هذه المعاني تشمل القيام وتشمل الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة وكلها تسمى على هذا المعنى هناك من ذكر أن كلمة ناشئة كما ذكر عن جمع كبير من السلف أيضا قالوا أن ناشئة بمعنى قيام قيام الليل وقالوا أنه هذه بالحبشية لفظة قيام بالحبشية واستنكر القرط بذلك وقال يعني لا توجد لفظة غير عربية في القرآن وهذا خلاف معروف وقد ذكرنا مثل هذا الكلام السابق وقلنا الألفاظ الغير عربية من حيث أصولها ويعني اشتقاقها ليست عربية قطعا ليست عربية لليس لها أصل كأبريق واستبرق وفردوس وغير ذلك أما أنها أصبحت عربية بالاستعمال فإذا قلنا أن القرآن ليس فيه لفظة غير عربية قصدنا بها أنه ليس به لفظة لا تعرفها العرب فكله عربية بالاستعمال وإن قلنا اللفظة الفلانية عربية نعم نقول باستعمالها وإذا قلنا غير عربية نقول نعم من حيث أنها في الأصل كانت من عند غير العرب فمنهم قال أن ناشئة الليل المراد بها القيام قيام الليل قال السبكي في منظومته في معربات القرآن قال ولعل الكلمة يعني مما غلب في استعمال الحبشة وإن كان أصلها عربي أو غلبت في استعمال لسان الأهل الحبشة في الكلام بها فأصبحت حبشية عندهم من حيث النقل من العربية وهذا موضوع حقيقة يعني كثر الكلام فيه في قضية أنه هل هناك ألفاظ عربية وغير عربية والجواليقي يعني كما ذكرنا سابقا يعني ألف كتاب أيضا في الكلام عن الكلمات المعربة المعرب والتعريب كتاب المعرب والتعريب تكلم فيه عن هذه المسألة واستفاض والفيروزة بادي حقيقة أيضا والزبيدي في تاج العروس أيضا أعطى مقدمة جميلة في هذه المسألة قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيلة ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوام قيلة قرئت أشد وطأ وقرئت أيضا وطأ بفتح الطاء نعم على معنى المواطئة وغير ذلك من المعال التي سنتكلم عنها نعم أصل الوطأ هو تثبت أو تثبيت القدم على الأرض هذا الأصل وقالوا أنه أشد وطأ أي أشد ثباتا واختلف في معنى المراد من الوطأ فمنهم من قال الثبات قال لأنه يعني وطأ وطأ الأرض إذا ثبت عليها ووقف عليها ووضع قدمه عليها فقالوا أشد وطأ على هذا المعنى وقيل أنه وطأ على معنى السلطانا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم أجدد وطأتك على مضر ما دعا عليهم فقالوا أن الوطأ هنا بعنى السلطان ومنهم من قال الوطأ هو قال موافقة يعني مواطأة كما قال لي وطأ عدة ما حرم الله نعم ويقال أيضا فلان وطأ اسمه اسم أي وافقة فالمواطأ هي أشد وطأ أي شد موافقة قالوا بماذا الموافقة قالوا أشد موافقة ما بين القلب واللسان لأنه مرات في الدنيا أو في النهار في أثناء النهار الإنسان ربما يقرأ شيء من القرآن لكن لا يكون هناك الترابط بين القلب واللسان يكون القلب في وادي واللسان في وادي آخر وهذا ما يكون به السهو في الصلاة أو ربما يقرأ العبد فلا ينتفي إلا أنه قد وصل إلى نهاية الصورة وهو كسرة الفاتحة وهو لا يدري يعني كيف وصل إلى نهاية الفاتحة لكونه أنه يعني قرأها وما ركز فيها فقالوا يعني أشد وطأ قالوا أشد موافقة بين القلب واللسان فما يذكره اللسان يمر على القلب وقيل أشد تفكيرا وقيل أشد إخلاصا لبعده عن الرياء وهذا كله من قول عن السلف قال لأنه في صلاة الليل إلى صلى العبد لا يراه أحد ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى وربما حتى لا يعلم به أهل بيته فذلك يكون أشد إخلاصا نعم فكل هذه جاءت على معنى أشد وطأا وأقوى موقيلة قبل أن ننتقل إلى أقوى موقيلة إن ناشئة الليل قالوا ما هو المراد بالناشئة نحن قلنا كلمة ناشئة لا شك أنها تشمل جميع المعاني المذكورة من صلاة أو تسبيح أو ذكر أو غير ذلك أو قراءة قرآن نعم ولكن يعني المعروف والمتبادر إلى الذهن عندما نقول ناشئة الليل أو قيام الليل أو غير ذلك لا يراد منها إلا الصلاة ولذلك قالوا أيهما أفضل صلاة الليل أم صلاة النهار فذهب جمع كبير من العلماء إلى القول على أن صلاة الليل هي الأفضل من خلال هذه الآية العظيمة أن الله أثنى على قيام الليل ووصفها أنه أشد وطأا وأقوى موقيلة ولكن حقيقة يعني يبدو أنه الذي يقرأ التفسير يعني المفسرون لم يعلقوا على المراد بالتفريق بين صلاة الفرض والنافلة لذلك أقول أنه الآية وإن جاءت هنا في الثناء على صلاة الليل إنما هذا على النافلة والله أعلم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في حديث قدسي الذي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي من يتقرب إلي بما افترضته عليه وما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذن معنى هذا أن هناك أمران أمر العبد يتقرب به إلى الرب والرب يحب العبد فتقرب العبد إلى الرب لا يكون إلا بالفرائف ومحبة الله للعبد تكون بالنوافل ولذلك الجمع بين الأمرين نقول أن ناشئة الليل المراد بها صلاة الناثلة وليس صلاة الفرض فلا يعدل شيء صلاة الفرض مهما كان يعني ركعة من صلاة الفرض تعدل ما شاء الله أن يكون من صلاة الناثلة وهذا أيضا يعني خلاف عند العلماء في من قال على أنه إذا يعني جاء يوم القيامة أو كان يوم القيامة وكان على العبد نقص في الصلاة فيقال انظروا هل له من تطوع أو له من نوافل فقالوا أنه هذه النوافل ذهب الذي ذهب إلى أنه المدح لصلاة الليل قالوا هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيّن أن يوم القيامة قد توفى بعض الفرائض من نوافل التي كان يقوم بها العبد ومنها لا شك أنه صلاة الليل والموضوع يعني فيه كلام كثير ليس يعني المجال لتفصيله لكن ذكرته لمن أراد أن يعني يتعمق ويفصل في هذه الجزئية في قضية أنه يعني هل صلاة الناثلة تسد بعض النقص الذي يحصل في الفرائض أم لا هذا فيه كلام في خلاف عند العلماء نعم قال هي أشد وطأ نعم وقيل الوطء والمواطأة ومنهم من أخذها كالابن عاشور قال أشد وطأا إنما هي مأخوذة من الفعل لأنه وطأ المكان إذا انخفض فثبت فيه فيكون هذا الفعل هو أثبت وأعمق وأركس في النفس في قضية أنه يعني قيام الليل يكون ذاك أوفق للقلب وأجمع لفكر العقل والقلب في ثهم ما يطرؤ على اللسان من القراءة قال وأقوم قيلة والأقوم هو على معنى الأفضل الذي فيه فيه معنى البعد عن الالتواء والعوجاج وذلك أقوم وقيوم يعني الألفاظ جاءت كثيرة يعني كلها تدل على هذا المعنى وأقوم قيلة أي أبعد عن الالتواء والعوجاج كصلاة النار التي ربما يداخلها شيء من يعني النسيان ويداخلها شيء من السهو وذلك قال أقوم قيلة قيلة يعني في قيلة أي قولا وقراءة وذلك نجد أن السلف تقريبا له امتسع أقوال في قضية قيلة منهم من قال كمجاهد ويعني قتادة وابن زيد ومحمد بن كعب وغيرهم قالوا أنه أقوم قيلة أي أنه أثبت للحفظ حفظ كتاب الله وقيل أقوم قيلة هو يعني أصدق قراءة وقيل أقوم قيلة أيضا قال هو أوعى للقلب من قراءة النهار وقيل أقوال كلها تدور على معنى واحد وقلنا أن الأقوال السلف إن تعدد فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد كما بينا ربما في أقوال أو في مواقف أخرى قالوا أقوم قيلة أي أنه أصدق وأثبت وأكثر حجة وأحفظ وغير ذلك من المعاني التي في كلها تكون على هذا المعنى لذلك يعني ما يروى عن أبو يعلى الموصلي عن مجاهد عن أنس وذي أيضا رواية رواها أيضا إمام الطبري أن أنس بن مالك قرأة هي أشد وطأا وأصوب قيلة فقيل له يا أبا حمزة إنما هي أقوم قيلة قال أقوم وأصوب على معنى واحد قال ابن جني قال وهذا يدل على أن السابقين كانوا يعتنون بمعنى القرآن أكثر من الاعتناء باللفظ ويعني يعذر ابن جني في هذا يعني ليس لكونه موصلي فقط لكونه من العلماء الكبار المعروفين لكنه يعني نقل هذا الكلام وإن كان أكيد أنه لا يقصد أنه تبديل ألفاظ القرآن وتغيير حروفه وكلماته لأن هذا لا يقول بأحد من المسلمين وذلك انبرى أبو بكر الأنباري بالرد على هذا القول وقال أولا الرواية التي رويت عن أنس بن مالك هي مقطعة ولا تصح وهذا يعني يفضي كما ذكر ذلك القرطب عنه قال يفضي إلى أنه سيدخل أو سيأتي أناس فيأتون إلى الكلمات كلمات القرآن فيبدلون الألفاظ بحجة موافقة المعاني فأتينا كما قال القرطب يأتينا من يقول يعني الحمد لله رب العالمين يقول الشكر للرب ملك المخلوقين مثلا فهذا سيفضي إلى تغيير القرآن والتحريف والتغيير وهذا كله أمر مخالف بما أراده الله سبحانه وتعالى حتى أنه قيل أحد العلماء كان يقرأ أيضا في قول الله فجاسوا خلال الديار فقال فحاسوا خلال الديار فقالوا له إنما هي جاسوا خلال الديار قال جاسوا وحاسوا قال كلها على معنى واحد وقال الإمام الرازي قال أيضا على قول يعني على ما ذكره العلماء بحرمة التغيير والتبديل وقالوا واحتج بعضهم بذلك قالوا أن ذاك كان كما قال ابن مسعود نزل القرآن على سبعة أحرف وبيّن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لكن ابن مسعود بيّن أنه قال هلما وأقبل وتعالى فقال العلماء هذه تكون في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يوقع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ اختلاف الرواة ربما يكون اختلاف الرواة في المعنى الواحد يكون من قبيل هلما وتعالى وأقبل أي أنها كلها تعطي معنى واحد لكن كل لفظة يعني تصور زاوية معينة من المعنى أما في القرآن الكريم فلا يمكن أن يكون مثل هذا لأن هذا سيؤدي إلى تحريف القرآن وزاد الإمام الرازي قال وإن اعتبرنا أن الرواية صحيحة وهي الرواية ضعيفة قطعا لكن قال ربما أن أنس بن مالك إنما أراد بيان تفسير لفظة أقوم بمعنى أصوب وليس المراد أنها قراءة للقرآن إنما هي المراد منها ماذا؟ البيان لمعنى أقوم أنه أصوب لأن أقوم أصوب وأعدل وغير ذلك كلها على معاني متقاربة فقضية أنه يعني القول بقضية أنه قراءة القرآن بالمعنى هذا لم يقل به أحد من أهل العلم ونحن قلنا أن ابن جني وإن نقل عنه ذلك لكنه قطعا مما يعني الذي يطالع يعني كتب ابن جني ويأخذ من الكتاب المحتسب وغير ذلك من كتب ابن جني يجد أنه الرجل يعني ما قصد هذا المعنى الذي تناقله البعض عنه وذموه وتكلموا عليه إنما هو عالم جليل لا شك ويشهد له بحسن صنعته وحسن علمه العظيم حتى في القراءات يعني ابتداء وفي القرآن الكريم إضافة إلى صنعته في الصرف وهو كما هو معروف نعم وقالوا أيضا يعني استشهد البعض في بعض الروايات التي تروى يعني ابن مسعود مثلا كان يقرأ رجلا فيقول له إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فكان ذاك يقول طعام اليتيم فيقول له إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فما زال يقول الأثيم وذلك الرجل يردد ويقول اليتيم فقال لا تعرف الفاجر قال بلى قال إن شجرة الزقوم طعام الفاجر فقال أيضا العلماء قالوا إنما أراد بيان معنى الأثيم لهذا الرجل ولا يستغرب البعض يقول يعني ممكن أعرابي لا يعرف معنى كلمة أثيم نقول نعم ممكن فابن عباس رضي الله تعالى عنه على ما دع له النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثير من الكلمات كان لا يعلمها حتى يسأل عنها ولا ضير أن يكون أعرابي لا يدري معنى كلمة حتى يعني تبين له بل حتى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لفظة الرحمن قلوا يدعو الله أو الرحمن أنه يعني الأعراب كما العرب حتى ذكروا في القرآن الكريم كما ذكر الله لنا قالوا وما الرحمن يعني أنه يعني البعض قالوا أنه الرحمن كما ذكر ذلك ما من ما وردي قال الرحمن كلمة ليست عربية فالبعض قالوا ما الرحمن يعني ما هو الرحمن الذي تدعون إليه فمنهم قال أنه الرحمن ليست عربية ولذلك العرب لم يعرفوها وذا أيضا لا ظهر فيه فالعربية لا يحيط بها إلا نبي ولذلك كانوا دائما يقولون لنا يعني ليس العيب أن لا تعرف معنى في اللغة العربية إن كنت طالب علم ولكن العيب الكبير أن تسأل عن معنى في القرآن فلا تعرف معنى هو هذا المشكلة الكبيرة التي يجب أن تنظر إليها وتحاسب نفسك عليها إن سئلت عن معنى في القرآن الكريم ولم تعرفه أما معنى العربية فالعربية لا يحيط بها إلا نبي ولما يعني جاء جبريل عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال كما قال عليه الصلاة والسلام إن الوغة إسماعيل قد اندرست فجاء جبريل فعلمنيها نتوقف له القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الحلقة القادمة بعونه تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته